متتبعي قناة الفاس باريس مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازاسيتي اليوم غالل نقشو مشكلة المتقاعدين على المستوى الوطني وأيضا على المستوى المحلي كما تتلاحظون بأن العامل تيبدل واحد مجهود خرافي طيرس مصاري المهني على أمن يوصل واحد سنة على تقاعد بشير ساح شوية ويكون عنده واحد لعائد مادي ليساعده على كمال مشوار ديلو في الحياة بالإضافة إلى أنه ضروري يتمتع بواحد الفضاءات اللي من خلالها يقدر يتمتعور أصدقاء ديالو في الفضاءات من أجل تسجيل الوخص من أجل ملاقشة القادية دينا ستضيف السيد محمد أخبيري متقاعد في شركة النقل المدينة منذ سنة 2013 سي محمد مرحبا بك شكرا جزيلا أستاذ سي أخبيري كما قلت في المقدمة أي عامل تبقى خدام في واحد المصار مهني طويل ولكن العينه ديما على ذلك سنة تقاعد يصلي بشير تاح ويضمنوا واحد العيشة يعني اللي هي عيشة مرحة ولكن يستضم مجموعة من الإكرهات ومجموعة من العوامل يعني مكرش يعني ولو إنسانيين تحدثني على تجربة عن الناس اللي تيعانيوا في هذه الفترة من العمر اللي هي فترة لي صعيبة شوية شكرا جزيلا أستاذي كريم وفعلا هذا الموضوع هو موضوع السعي لجينا الاختصار ما يعاني المتقاعد هو التهميش التهميش منذ مدة على كل إحل هذا المتقاعد كيبدل يعني كيخدموا واحد للمدة طويلة وكيكون عنده أمال باش مني تحلل التقاعد يكون مرتاح شيئا ما طفر للسروط سروط العيش الكريم أو فضاءات فيني يمارس الأرض شيطاء يلاك البق الشيطري يلاك البق فيما يتحرك إلا ما كانش على الأقل يتمتع شيئا ما مع أصدقاء دياله مني كي تحلل التقاعد كيصطدم واحد عداد ديال العرقين العزر كيكون على قد الحال شيئا ما هزيله كتعرف الأزر ديال المتقاعد في المغرب على كل حال وكيكون أوليدات تقراه ومصاري في حياته وكيكون معراض لأحد عدد ديال الأمراض كالسكاريه كالضغط الدموي إلى آخره وما كيرقاش باش يدبر الحياة وما كيقيت تدك الفضاء فيني يرتاح نفسانيا هو أخدم واحد المدة ديال مثلا ثلاثين أو خمسة وثلاثين أو أوربعين سنة وكان كيساهم في الاقتصاد ديال البلاد كما أذكرها واحد المرة الأخ عبد الرحيم أريري مشكور من هذا المنبر كيساهم وكان كيينتظر واحد تقاعه اللي غي يكون مريح يرتاح شيئا ما إلى حين يتوفى الله كي يلقى ذاك شيئا اللي كي ينتظره عكس وكي يعيش المعاناة وكي نوحد قاعدة متعارفة على تقول إنسان لوصل 60 عام يعني بداية حياة جديدة بالنسبة له واشهد القاعدات تتنعكس عن المتقاعدين ولا أغلبية المتقاعدين في المغرب وأغلبية المتقاعدة كي يبدو في المعاناة بالعكس من كي يلقاعد تيقول ياريش كنا أغلبية تخدام كنا نتلقى ربما بهذا السلوب نتلقى في الوقت من كي يتطدم تتقل الصحة ديالو كيمشي مثلا ما كيقاش في الفضاءات كيبغي يتنقل ما كيقاش يعني كي أدي بحالو حل الإنسان العادي بعكس مثلا المتقاعد الأجنبي كيخلص واحد تمن رمزي في التنقلات بجميع أشكالها وحنا مكن لقوش كنت شاية الإدارة كنت نظر الصفو بحال بحال أيها المواطن يعني ما كي يتكن الاعتبار للمتقاعد بحيث هذا المتقاعد ما كيش أرد الدين بالنسبة المتقاعد لا ما كيش الاعتبار للمتقاعد بحيث هو ساعة في اقتصاد للبلاد من موقع ديالو كان أجير أو كان مستخديم أو كان مورطة كي ساعة في اقتصاد للبلاد يعني رها البلاد ما جاتش وقفات رها وقفت السواعيد للرجال بينحنا وبالنصل يسبقون فالشيء اللي يجلقى هكو أخدموه فيه الرجال ولكن اللقل نجعل شهد الحتيبه هان ما كاللقهوش تيقولك أنت غير متقاعد ربما غير مرغوب فيك أو تيقولي بهادل أسلوب ساعة كسالات كاللي يقولك ساعة كسالات وهذا كيقل فيه من القيمة دي المتقاعد حتى المتقاعدات الأنمين وكي عايز بس كين وكينتظر الوفاة لأنه ما كيلقاش من يمد المساعدة أو طبامه الملدات كي كبروه ومع الزوجة دياله وكيستقرمها كيبقى هو المرأة يعانون ما يبقاش تلعطي هذه المساعدات اللي بغير كبعفها في لخص ومن يساعدوه وما كيبقاش فضاءات وما كيبقاش فيني أرجع القضية الفضاءات التي أخبيرك الترح حكومة أخنوش واش بالنسبة لك أنت تبعت الترح هذا واش كانت في إشارة لدي المتقاعدين هو أستاذ ما نتمنى خير في هذه الحكومة لأننا لا نقلبوش عن الإس ننتظر برنامجة الحكومة بالنسبة للمتقاعد أو بالنسبة لعموم مواطنين سيكون تحسين الأوضاع وكذا ما نتمنى ما تبقاش كسابقاتها لأنها كانت وعود ولكن ملتزموش بها خير دليرة كان أرد الفعل ديال المواطنين عبروا الصخد ديالهم تجاه المسؤولين السابقين ما نتزموش بدوك الوعود نتمنى خير في هذه الحكومة ما بالنسبة لك أنت واش عندك تجربة سنوات طويلة واش تشحم الحكومة ديالس واش بالنسبة لك واش بالنسبة لك حكومة أخنوش قادرة تستجيب لتطلعات فئة عارضة من المتقاعد العدد ديالهم تفوق المليون تماما أستاذ هو ما يفوق المليون وخمسمائة متقاعد وربما يكون أكثر العدد لحسن التعليمات اللي كيناق أو الإصرار ديال صاحب جلال نصر الله بأنه هذه التعليمات دياله على الأقل المواطنين يكون مرتاح يعيش بها الحياة كريمة هاتش ليكين ما نتم منه وخرجوا على المستوى المحلي ديال عمدة جديدة لمدينة الضاربيضاء واش العمدة الجديدة لمدينة الضاربيضاء هتحط في الاعتبار دياله المشكلة على المتقاعدة ولا حسب ما صرحت به المؤخرا لحد عدد ديال القنوات بيني ملتزم وخير ديال أنه يتفرغات بينما كان أدى المنصيب ديال وزيرة السحاق مدر الجسامة المسؤولية المسؤولية هي تفرغات في مدينة الضاربيضاء لأنها مدينة الضاربيضاء قطب اقتصادي كبير ما يمكنش على كل حل تفطنات لهذه القادية بالتعليمات ديال الرئيس الحكومة ربما أو كذلك الأخير يطرش تزاول المهم بجورش تفرغات الموزي نتمنى وتكون تنشي ويكون معا واحد التاقام اللي يساعدها لأن مدينة الضاربيضاء تحتاج واحد عداد ديال الفعاليات باش ينضبها نتمنى وخير إن شاء الله وبغينا هذه العندق ما تكونش كالعمدة السابق تشوف المينفة الاجتماعية خصوص المينفة ديالنا نحن مثلا كمتاق نحن جزء من المتقاعدين نزيل النقل الحضاري ديال مدينة الضار البيضاء لأنه المكتب السابق أو المكتب السابق يجهز على المكتسب ديالنا هذا مختصار ما يعاني المتقاعد دون البطائق ديالنا أرجو القديد البطائق أستاذ بالنسبة لفضاءات لمتقاعد على مدينة الضاربيضاء تلقى فضاءات فين تتدوزن الوقت ديالكم فين تتدوزن أستاذ بالنسبة لفضاءات ببعض المناطق تتوفرها في فضاءات وبعض المناطق لا تدوفها في فضاءات مثلا أخذوا على سبيل المثال الحي الحساني الحي الحساني بالحزم دياله ما فيش فضاءات إلا جينشو كانوا مركب واحد ديال الحبيب الزمناني مركب تمارس فيه الأرشيطة كنوا وحد الميدان صغير كيتعبوا فيه دار ديالك الكورة المصغرة عبارة عن ملعب يعني غير غير التراب غير التراب كيتعبوا فيه الناس كنلقاوا مع العلم على ديالك الناس يمكلفين تماك كي يعطونه يحد مساعدة كي يعطونه نخل نحن كناس كنتحركوا بشيء من غير هذا ما كيش وكله ينتظر وكين تيران كبير اللي هو ملعب كبير ديال فحد عدد الفرق شي كي يتنينو شي كي ينتظر لأنه هذا النزيل الحي الحساني الوقت اللي تعطاه مدل تسير المحلي تسير المحلي في عوادي يديروا مرافق ديال الملعب ديال الملعب ديالقرب بدغي في البنايات وسغل اقتصادق وهملوا المسعي للمرافق الشمائية يسأل المتقايد ديالبغ كيفيق الصباح كيمشي المقهام يسرق القهوة يلا عنده ماشي يصربها وشنو الروسي اليوم الروسيين وهو كيمشي الصباح يلا عنده ماشي القهوة يسرق القهوة كيتسنا كيمشي للمسجد يأدي الواجه في العشية منه كي يأدي سلطان كيمشي يأدي موالي ينضامي برقحدهم اللي دار واحد قادية اللي دارها زوينة من العارقة كنتي مثلا شي كنقوله مثلا زردة عمومية كيدير دارفوا واحد كراسة دي اللي بصلانا ودار واحد طابلة ودار فاة داما بالله يعليك ماشي محزالة دي ماشي نساء العمد داما في عوضي ماشي دي الرياضة واللي يقراه واللي يتقاف ولا شيء من العار من العار زي ما كان إهمال نطلبنا هذا الحكومة الجديدة أو هذا المجلس المدينة يأخذ بعين الاعتبار دي المتقاعدين نحنا متقاعدين اليوم هو غير يكون قدين إن شاء الله خصي وجد فيني استغلته والفراغ دياله في دوء التقاعد دياله تتقول واحد القادية تتقول حنا دا ما مقيناش تنطلبوا بلد الكماليات ولكم الحقوق ديالنا الحقوق ديالنا هو تكفية عقل مجانية باش تركبوا في الطوبيس اللي انتم ما فنيسوا عمركم فيه نعم واش هاد القادية دي استمت استجابة ديالها واش في نصل المير نعم ما وسهل تذكيرها نتكونا في هذه القناة وطلع حنا بوشيل ديالنا يتقريب ما هي فوق منذ 2018 لازمنا نتخبط بالمشكل نص المشكل طالبنا وراسلنا هاد هاد الجهات مسؤولين المهتمل في سأل المحلي وعلى رسم مجارة الداخلية على طريق وحد الأداد ديال جمعيات ونقب وعلى من يس وقنات لكي يستجمع بكل عد على كل حال لازمنا نتخبط هاد الناس الوقت اللي يجوا اللي كي يدبروا السأل المحلي ديال المدينة الدار اي مجلس المدينة الرأسيم العمدة ومجلس التعاون اللي في 18 جمع الوقت اللي يجوا هاد الناس يباشي يسيروا هاد القطاع او يفوتوا هاد القطاع لتسير المفوض احنا كم متقاعدين ما حضروش الناس البرقاء الاجتماعيين وداروا هاد هاد السفقة دوزوها ومع العلم انه انسان منك يكون يدودوا حتى تبا مفوض خاص ذاك الانسان اللي هو كي مارس النشيط او متقاعد خصويت حتى او في الاتفاق حنا ما ما دمجوناش باتاتل ومع طلعش ودابا ما كانت بتطوش بتقل بيطاقة اللي هي علب تحرب حيضوها لنا فبالأحراء كانت طالب الكاملية هاد بيطاقة الدولية وكان عندنا فضاءات اجتماعية مخيامات اموزار وبوزي افران كان نستردون ومتبع قفلوها حتى الحراس اللي كانوا تم ما سيبتون في حالو بقى ذاك شي عبارة عن اطلال وحنا ما كان نستردوش وكان مني كمشو المجلد يقول بدي الداخل يد وبخينا يتقادفونا على الكورة وما لقي ناس مني احنا بقنا عزي نمشو عن دوز وقد دياننا وما ارخنا كان عدي واجب وبقى ذاك شي ربما ما جي اخر ما غير تسوي يعني واحد المركاب تأواق طريق هو يستأولي كان دياننا في ملك تعطينا منذ التمانينات وتجهز وخذتوشها ماذا ما تستغلو كما قلت واحد عدد هذه المنابير ومتعش في تحقيق والدادزوجيا كنت خرجوا واحد العدد الماليين ونحن وقالنا غنعودهم وما اعطونا ولا والساد ولازلنا نعاني لازلنا نعاني لكنا نطالب من هذه من هذا القناة الباضلة بشهد الناس المسؤولين او الغير لهذا الوطان يأخذ المسؤولين بعين الاعتبار كمتقاعدين لنفترض الآن أنك انت قلس مع عمدس داربيدان بيلار ميلي عشن هو أهم مطلب غد تطلب منها عشن هو أول مطلب تاخذ بعين الاعتبار المتقاعد لأنه البرامج الحكومة كان تصبع المواطن ولكن المتقاعد ركبين يسيئ انماغ مهم باش آخر واحد كيف فكره المتقاعد علاش لم يكون توصب المواضيع ديالها ديال مجلس المدينة وردوا الاعتبار دياله وقدوا فضاءات ويدوني واحد تمنى رمزي في التنقل في كاداف في جميع التنقل في جميع لا بري ولا بحي ولا جوي يخلص على واحد ويسيب من واحد هدد المخيمات يجي ما احنا مغل نضايقوش للناس في الصيف احنا يحطونا فصل الربيع نجد حننسل واحد تمنى رمزي وندير رحالات كما يقوم به الاجانب ونتبه تحناق ما تبقى لهم من العمر حتى لنا نتوفر اكش لي كينا سي اخبيري شكرا جزيلا على قبل الدعوة مرة اخرى متتابعي قناة الفاسبرس الى اللقاء في حلقة جديدة من برنان نشكا سيتي